أما الآن مشاهدات الكرام فنستردوا معكم بعضا من مقالات الرأي بالصحف وبالمواقع أهلا بكم المقالة الأول من جريدة الشروق كان بقلم الكاتب أشرف البربرغو عنوانه المطلوب لإصلاح الخدمة الطبية بيتحدث فيه الكاتب عن وزيرة الصحة دكتورة هلازايد وعدم تعليقها على حسب قولي طبعا على عدة موضوعات منها قرار نقل تبعية عدد من المستشفيات من قطاع الطب العلاجي اللي بيقدم علاجا مجانيا إلى قطاع أبانة المراكز الطبية المتخصصة اللي هي مدفوعة الأجر كذلك عن موضوع النقص الحاد في مستلزمات العلاج في مستشفيات وزارة الصحة المجانية كاتب المقال بيقول لم نسمع للوزيرة صوتا عن تزايد شكاوى العاملين في المستشفيات الحكومية من أطباء ومن تمريض ومن إداريين لكنها تركت كل ذلك وأكثر وقررت غرس روح الوطنية والانتماء وإرساء القيم وعودة ثقافة الأخلاق وتذكير الأطباء وإلزام المستشفيات بإذاعة السلام الوطني وتسأل هل هذا القرار هو الحل لمشكلتنا البربري بيقول في مقالة أيضا أن أطباء وزارة الصحة وبساشفاتها والعملين فيها لا تنقصهم الوطنية ولا الإنسانية إنما تنقصهم الأدوية اللازمة لعلاج المرضى كاتب المقال بيقول أن وزارة الصحة لجأت إلى إجراء شكلي لا يشفي مريضا ولا يرضي طبيبا على حد قولي إنما جعلت من النشيد الوطني الذي يحظى بكل تقدير واحترام من كل المواطنين بالطبع مادة لانتندر واستخيار ربما تابعنا معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي المقال الثاني من جريدة الأخبار بقلم الكاتب الصحفي خالد ميري عن الصحة أيضا ولكن من منظور آخر وكأنه بيرد على المقال السابق ولكن بطريقته المقال عنوانه الصحة أولا بيقول فيه خالد ميري أن الأربع سنوات من عمر الولاية الأولى للرئيس السيسي تحققت خلالها إنجازات سترت تاريخ أنها كانت تحتاج لعشرات السنين وبيقول أيضا مع بداية الولاية الثانية كانت الأولويات واضحة بعد النجاح في تثبيت أركان الدولة وتعميرها وحصار الإرهاب السيد خالد ميري بيقول أن المواطن المصري بيستحق الحصول على أفضل خدمة صحية بجودة عالمية ليبدأ تطبيق التأمين الصحي الشامل ليس في بورتسعيد وحدها وأنما أيضا في 47 مستشفى في 27 محافظة في 29 مستشفى تدبع وزارة الصحة و18 مستشفى جامعية ميري بيقول وخلال عام بتكتمل المنظومة في بورتسعيد والمستشفى تنموذجية وتنطلق لبقية المستشفى في كل المحافظات وبيقول أن الرؤية كما أعلنتها وزارة الصحة على حد تعبيري المهمومة فقط بحصول المواطنة لأفضل خدمة صحية كما يحدث في دول العالم المتقدمة هي واضحة ومحددة ربما بيختتم مقاله أيضا بأن الطبيب يجب أن يعتز بوطني وبمهنة السامية وأن المواطن يجب أن يحصل على أفضل علاج وفي الوقت المناسب وبأسعار لا ترهق كاهل وكأن السيد خالد ميري في مقاله بيحاول أن هو يحسن ويجمل صورة السيدة وزيرة الصحة في تصريحها الذي أشرنا إليه واللي الحقيقة لم يكن من وجهة نظر كسيرين موفقا بشكل أو بآخر مقال آخر من جريدة اليوم السابع هذه المرة بقلم خالد صلاح تحت عنوان بيان الحكومة لأول مرة خطة تنفيذية للخطاب الديني الجديد يتحدث في خالد صلاح عن تحول الشعارات والأفكار العامة إلى ألية تنفيذية في برنامج الحكومة وذلك فيما تضمنه حول جهود مكافحة التطرف تجديد الخطاب الديني الذي يكشف عن رؤية عملية للمواجهة وتصويب المفاهيم المغلوطة وفرد هيمنة الاعتدال على المنابر صلاح بيقول في مقاله أن الحكومة وللمرة الأولى حددت مصارا حقيقيا وخطوات في المواجهة وقال صحيح أن مواجهة التطرف بتحتاج لجهد سريع ومستمر ولكن الصحيح أيضا أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة بيختتم خالد صلاح مقاله بأن برنامج الحكومة هو تعزيز الثقافة جديدة تقوم على الاعتدال وسعة الأفق واحترام الاختلاف باعتباره مصدر إثراء ثقافي وفكري وحضري